ليس أمام الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية دينالد ترامب الكثير من الوقت لتنفيذ مئات الوعود الانتخابية التي بذلها لأنصاره طوال الشهور الماضية وهو ما بفع الفريق الانتقالي للرئيس لبدء العمل على هذه الوعود وفي مقدمتها التخلي عن التوسع في الطاقة النظيفة الأكثر تكلفة وتكرار انسحاب إدارة ترامب من اتفاقية باريس للمناخ تمزيق ترامب لاتفاقية باريس للمناخ مجدداً يعد وسيلة مضمونة لتخفيف الضغط على الموازنة الأمريكية في مسعاه لخفض التضخم في البلاد وإنقاذ الاقتصاد من ركود تضخمي مرتقب وهو ما يرتبط بهدف آخر متعلق بخفض الفائدة لدعم الصناعات الأمريكية وهو هدف مؤجل لما بعد التنصيب الرسمي وقد يؤدي إلى صدام متوقع مع الفيدرالي الأمريكي وأعد فريق ترامب الانتقالي أوامر تنفيذية وبيانات حول الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ لاستماح بمزيد من أعمال التنقيب والتعدين ووفق تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية فمن المتوقع أن ينهي ترامب الوقف المؤقت المفروض على تراخيص إنشاء محطات جديدة لتصدير الغاز الطبيعي وأن يلغي الإعفاء الذي يسمح لولاية كاليفورنيا وولايات أخرى بتطبيق معايير أكثر صرامة لمكافحة التلوث حتى إن فريق ترامب ناقش نقل مقر وكالة حماية البيئة خارج واشنطن في تأكيد على موقف ترامب المناهد لسياسات البيئة والمناخ سياسات ترامب التي تركز على حسابات المكسب والخسارة كانت سبباً في انسحابه من اتفاقية باريس في 2019 لتخرج الولايات المتحدة من الاتفاقية رسمياً في الرابع من نوفمبر 2020 بعد يوم واحد من الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي خسرها ترامب ليوقع جو بايدن الفائز وقتها وثيقة إعادة انضمام الولايات المتحدة لاتفاقية باريس في اليوم الأول له داخل البيت الأبيض ولكن ترامب يستعد لمحوي كل قرارات إدارة بايدن والعمل وفق رؤيته الخاصة بدعم من الكونغرس الذي امتلك الجمهوريون أغلبية أحد مجلسيه ويقترب من السيطرة على الآخر لتتحول واشنطن عن دورها القيادي في مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري رغم أن الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر إدراراً بالمناخ تاريخياً اشتركوا في القناة